أزمات متنوعة ومشاكل مركبة تعيشها العاصمة المؤقتة منذ انقلاب المجلس الانتقالي وسيطرته على المدينة حياة شبه متوقفة وقطاعات حيوية مهمة خارج الخدمة يشكي الأهالي من انقطاع المياه والكهرباء خصوصا خلال الأسابيع الماضية المواطنون في مديريات الشيخ عثمان والمنصورة وخور مكسر لا تصلهم مياه الشربي منذ ثلاثة أيام تغرق المدينة في أكوام المخلفات المكدسة في الشوارع وأمام كل هذا تبدو سلطة المحلية عاجزة عن مواجهة تلك الإشكالات وجود بعض من أعضاء الحكومة في المدينة لم يغير من الأمر شيئا والفشل في تنفيذ اتفاق الرياض جعل العاصمة المؤقتة وقفا على الأزمات ليصبح واقع المدينة تجليا واضحا لسيطرة الميليشيا الممولة من الإمارات التي قوضت الدولة وعجزت عن تلبية حاجيات الناس بقاء الوضع على حاله في العاصمة المؤقتة يعني مضاعفة لمشاكل السكان المحليين الذين تفقد سبل الحياة أمامهم يوما بعد آخر